اهلا بكم في فيديو جديد في قناة chemistry world اللي تعودنا فيها ان احنا بنزل سلاسل مختلفة من الفيديوهات النهاردة هنكمل حلقة جديدة من سلسلة اسماء العناصر نزلنا حلقة كثيرة لو انت مشوفتها تقدر تشوفها من خلال انك تدوس على شعر القناة ثم تختار كلمة قوائم التشغيل وبعدها تختار elements سيفتح لك كل الحلقة التي نزلناها اخر عنصر كنا وصلنا له كان عنصر الروبيديوم النهاردة هنبدأ في استرانشيام سبب التسمية استرانشيام هو الرمز سر وهو جاي من كلمة strontian وهو تعني مناجم الرصاص باللغة اللاتينية بتعني مناجم الرصاص نتيجة انه اكتشف اول مرة سنة 1787 في مناجم الرصاص وزي ما اتفقنا للمتابع معانا ان احنا دايما المقطع IUM اللي في نهاية اسماء عناصر كتير جدا ده دلالة على الخاصية المعدنية او الفيليزية كان الUN يدل على الغازات الخاملة والINE يدل على الهالوجينات والIUM يدل على بالخصائص المعدنية فكلمة strontium زي ما اتفقنا معناها مناجم الرصاص اللي اكتشف فيها لأول مرة والمقطع الاخراني يدل على خصائص فيزيائية او خصائص معدنية اتيريوم جاء من اتيربي وهي مدينة في السويد نتيجة انه اكتشف اول مرة في هذه المدينة زوركونيوم زوركونيوم كلمة زوركون من غير الIUM بتعني اللون الدهب او اللون الاحمر نتيجة انه لونه مقرب قوي على لون الدهب زوركونيوم المقطع الاولي انه زوركون هذا لون الدهب والIUM كما اتفقنا اللي هي الخصائص المعدنية النوبيوم اللي هو الNB معناها في الميثولوجيا القديمة بتاع اليونان معناها ثالجي شبه التلك وعلى فكرة كان له اسم تاني كان يسمى كولومبيوم نسبة لكولومبيا اللي هي جنب امريكا العنصر اللي بعد كده معنا نهاردة عنصر الموليبيدينيوم الMO كترجمة حرفية من اللغة اليونانية بتعني الرصاص او الجرافيت الرصاص او الجرافيت بمفهوم اللغة بتاعته هذه كانت العناصر بتاعتنا النهاردة ما تتنسوش لو انتو حابين الموضوع وحابين تتابعوا اسماء العناصر بتاعت الجدوى للدول كله بالكامل جاية منين ان انتو تتابعوا الفيديوهات بتاعتنا اللي جاية وتشوفوا الحلقة اللي نزلناها قبل كده ولو في اي موضوع تحبوا ان احنا نشرحوا داخل القناة ما تنسوش تعلقوا لي بي في الكومنتات وهنشرحوا ان شاء الله بإذن الله داخل القناة شوفكم على خير في فيديو جديد ومع السلام اشتركوا في القناة